حظيت الانتخابات المحلية وافرازاتها باهتمام كبير من قبل الصحافة العربية مجمل عنوينها الى فوز حزب شبهة التحرير الوطني والاقبال المحتشم للهيئة الناخبة على صندوق الاقتراح كريم قاسي نتائج الانتخابات المحلية في الجزائر كان نها حيزا معتبرا بمهتمامات الصحف والمواقع الاخبارية العربية حيث قال موقع العربية نات الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات المحلية وعد الموقع للنتائج الاولية التي اعلن عنها وزير الداخلية نوردين بدوي والتي اعلن فيها فوز حزب جبهة التحرير الوطني وقال الموقع وفقا لنتائج الاولية فقد فاز الحزب ب603 بلديات اي بنسبة 30.56% متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه رئيس الوزراء احمد او يحيا اما فرنس ما تنونت جبهة التحرير الوطني تتصدر نتائج انتخابات بلديات وولايات الجزائر مع تسجيل تراجع وقال صاحب المقال تصدر جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم في الجزائر منذ الاستقلال نتائج انتخابات مجالس البلديات والولايات مع تسجيلها تراجعا في حين النصف الناخبين عن المشاركة وافدت نتائج رسميا حزب جبهة التحرير الوطني حصلت على 30.56% من مقاعد المجالس البلدية و35.48% من مقاعد المجالس الولائية وفز حليفها تجمع الوطني في 451 بلدية بحصوله على 26.21% من المقاعد فطور في الاقبال على انتخابات المجالس البلدية في الجزائر عنوان جريدة المصري اليوم التي قالت ان انتخابات عضاء المجالس البلدية في الجزائر شهدت قبالا ضعيفا عكس اجواء الطباط والاقتصاد والفتور الاجتماعي رغم دعوات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مواطنيه الى التصويت بقوة الجريدة التونسية عنوانت حزب بوتفليقة يفوز بالانتخابات البلدية وجاء في المقال قال الحزب جمال والدعباس في تصريحات صحفية ان حزبه فاز باكثر من 638 بلدية في الجزائر وتشير النتائج الاولية الى حصول تجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه رئيس الحكومة الحالي على رئاسة اكثر من 400 بلدية